شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي الحفلة الختامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الذي يقيم مساء اليوم بندوة الثقافة والعنوم في دبي كما شهد الحفلة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم وفخامة المشير سوار الدهب رئيس مجلس يومناء مؤسسة الدعوة الإسلامية وسعادة المستشار إبراهيم محمد بن ملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة ومدير وممثل الدوائر المحلية والمؤسسات والهيئات الرائية لفعاليات الجائزة وأعضاء السلك القنصلي وفي كلمة اللجنة المنظمة أكد رئيسها سعادة المستشار إبراهيم محمد بن ملحة أن الجائزة خطت مسافة من عمرها بلغت 15 عاما من التمييز والعمل الدؤوب في خدمة كتاب الله وحفظته وتقديم كل ما من شأنه التشجيع على حفظ هذا الكتاب الكريم وتأصيل حبه في النفوس والتواصل معه في أجل وأجمل صورة من صور الانتماء إليه وقام اسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بتكريم الفائزين في مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورة الخامسة عشرة كما قام اسمو الشيخ حمد بن محمد بن راشد المكتوم بتكريم الدوائر والمؤسسات الراعية وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم محمد سالم القندوز من ليبيا ترجمة نانسي قنقر